موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة التامنة من الموسم التاني من برنامج رمضان واشياء وبالتحديد الحلقة التانية اللي بنتكلم فيها على مسلسل خلصانة بالشياكة وبالتحديد اكتر الحلقات من 6 ل13 كالعادة في البداية يجب التنبيه ان احنا بنحرق عادي في الاحداث في برنامج رمضان واشياء فلو حد متابع مسلسل خلصانة بالشياكة ومشافش اي حلقة من ال6 لال13 احسن يقفر الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفهم قبل ما نبتدي كمان ضروري اعتذر على اني غلطت في اسم احمد امين في الحلقة الاولى اللي عملناها عن المسلسل وقلت عليه محمد امين معلش اعذروني واوعدكم ان غلطة زي دي هتتكرر كتير الحقيقة لاني شغال لوحدي والوقت في رمضان ديق جدا ولا يسمح بالتدقيق والمراجعة فارجو تفهمكم مسلسل خلصانة بالشياكة من بطولة احمد ميكي وشيكو وهشام ماجد ودينة الشربيني وبيومي فؤاد وانتصار السيناريو لمحمد المحمدي واحمد محي والاخراج لهشام فتحي كنا توقفنا في الحلقة الخامسة عند بداية اسلوب السرد اللي المفروض المسلسل هيستقر عليه وهو شكل الحكايات اللي الحج والحجة بيحكوهم عشان والله ماقدرش اقول اني فاهم قوي هو الهدف من الحكايات دي ايه بس عموما انا ما طلعتش فاهم الدنيا صحة قوي لاني كنت متصور ان احنا حنبقى كل يوم في حكاية جديدة ولكن الحقيقة احنا بندخل في حكاية كل كام حلقة والحكاية دي ممكن تاخد حلقة او اتنين وبعدين نرجع تاني لاحداث المعسكرين اللي بنشوف فيها نوح وهو بيقرب اكتر من نفيهان لحد ما بيتجوزه وبتنتقل علشان تعيش معاه في معسكر الرجالة وهي متنكرة في شكل راجل وبنشوف سلطانه والصدفة بتحطه امام كرمة وبنفهم ان عدوتهم دي هتتحول لعلاقة حب وبنشوف المحبوب وهو بيعترف بحبه للحجة ولما الحج بيعرف بيحاول يلاقي الشخص اللي بيعاكس مراته ولكنه ما بيشتبهش في المحبوب مشكلتي مع ام المسلسل ده اني لما باجي احكي الحكاية بتاعته وستف احداثها كده في دماغي بتطلع حلوة لكن وانا بتفرج عليها بلاقيها ملخبطة وملعبكة وملهاش مسكة كده على العموم انا مرة كمان كل اللي عاوز اتكلم عليه في الحلقات اللي فاتت هم حاجتين مجرد تحديث لرأيي في شكل الاحداث وتحديث لرأيي في شكل الكوميديا بس قبل ما ندخل في النقطتين عاوز افكركم تشتركوا في القناة وتشغلوا التنبيهات وتعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك عشان توصل لكم الحلقات اول بول عارف اني عادة بقول الكلمتين دول في نهاية الحلقة بس قلت المرة دي افكركم بهم بدري تحسبا للناس اللي ما بتكملش الحلقة للاخر زي ما قلت خلصانة بشياكة شكل احداث وملخبطة وملعبكة مش لانها صعبة او معقدة او فلسفية ولكن لاني ما كنتش قادر افهم نمطها فيه اختيار درامي بيظهر في بعض الاعمال ويعتبر وصفة صحرية لضمان جاذبية احداثها الاختيار ده هو توفير شكل متصل منفصل لكل حلقة بحيث تبقى فصل ليه درجة من درجات الاستقلالية الشكل ده بيضمن الجاذبية لسببين اولا لان عناصر التجدد موجودة تلقائيا مع بداية كل حلقة وثانيا لان في الشكل ده المسلسل بيسحب منك رصيد كويس من التسامح يعني ببساطة لما بتشوف حلقة وتطلع وحشة بتقول معلش بكرة حلقة جديدة وحدوتة جديدة وممكن تطلع حلوة ده الاختيار اللي اخدته المسلسلات ريح المدام في الكوميديا و30 يوم في الاثارة والغموض واللي تصورت ان خلصانة بالشياكة كمان حيتبنى بس متأخر شوية في تطبيقه ولكن في الوقت اللي وصلنا فيه للحلقة 13 مسلسل ريح المدام ملتزم بان هو يقدم مغامرة جديدة كل حلقة او حلقتين على الاكتر ومسلسل 30 يوم ملتزم بالفرمات اللي هو اختاره خلصانة بالشياكة لسه بيتخبط وكل الحكايات اللي حكاها تلاتة والتلات حكايات حلوين على فكرة بس ما كانش فيه اي توقع للحلقات اللي حيتحكوا فيها ولا فيه اي نمط يقدر يقولنا هم حيخلصوا امتى ولا الهدف منهم ايه باقي الوقت بنتفرج على احداث في المستقبل اللي هو الوقت الحالي من وجهة نظر المسلسل يعني اللي هو حدوتها وحدة مستواها اقل من الثلاث حواديث اللي احنا روحناهم بس مش سيئة برضو يعني كل الحواديث اللي المسلسل بيحكيها مش وحشة ولكنها ملخبطة في بعض والتنقل ما بينها مش سلس والعيب المهم قوي برضو ان زمن الحلقات قصير بشكل مخجل وانا مقصدش الحلقات المقصوصة في حلقات موجودة على قناة بيت بروداكشنز على يوتيوب زمنها 18 و19 دقيقة فلو متوسط زمن الحلقة 20 دقيقة مثلا فيهم سيناريوهات لا معنى لها على الاطلاق زي السيناريو بتاع العملاق اللي ظهر فجأة واللي سلطان بيحربه وبيكسبه ده وفيها تنقل مش مفهوم هل ممكن تفضل مساحة للكوميديا كويسة؟ ده موضوع الملحوظة التانية اللي عاوز اتكلم فيها الاجابة المباشرة هي لا طبعا مفيش مساحة كافية للكوميديا كويسة والمساحة الديقة اللي فضلة بيتم اهدارها في كوميديا كتير غير موفقة حددت المحبوب والحاجة دي زريفة بس مش مضحكة قوي كل شيء بخصوص سلطان مكرر وفي اوقات كتير بيكون مزعج وقليل جدا لما بيكون مضحك والقليل جدا ده هو مشاهده مع نوح اللي للأسف برضو قربت ازهق من تكرارها نوح ونيفيهان زراف وخط حكايتهم بيتحرك وان كان ببطء برضو بس ده اللي مخليه الافضل في رأي الغيب دلوقتي ودينة الشربيني في الحدوطة الرئيسية خلصت رصدها عندي خلاص اللي زي ما قلت في الحلقة الاولى اللي عملتها عن المسلسل انا اتفاجئت انه هو موجود اصلا اما بالنسبة للحكايات الفرعية فزي ما قلت هم حلوين بس هل الكوميديا مهمتهم الرئيسية؟ للأسف برضو في رأيي لا هي حكايات زكية وفيها مجهود وابداع واضح في السيناريو والاخراج وخصوصا في الحدوطة اللي اتحكت في الحلقة الثلاثتاشر بس الضحك مش كتير انا اتحكت في النهاية لما حقيقة الحدوطة بانت واحترمت زكائها ولكن في وسطها الضحك كان بظروفه يطلع افيه حلو من هشام او شيكو او ساعات ميكي او ساعات اقل دينا الشربيني يعني الضحك كله على بعض ولا يتعدى 30% من مساحة السكتش وده في رأيي قليل جدا واظن ان من الصعب جدا ان المسلسل يرجع من الازمة اللي هو حط نفسه فيها لانه بيحاول يسبت النمط بتاعه وشكلنا كده الحلقة ال 14 هنقضيها في المعسكرات وحنلاقي سلطان عمال يضرب الناس بالازايز ويزيد يغنيله ونوح يستخب منه والمحبوب يعيط وكرمة تفرق ويمكن العلاقات تتقدم وتتحرك بشكل بطيء ونبتدي نمهد لتواجد الشخصيات مع الحج والحجة عشان السكتش الجديد اللي ممكن يبتدي في الحلقة ال 15 او ال 16 وهكذا وطبعا المسلسل ممكن يكسفني ويكسر النمط ونلاقي نفسنا جوه السكتش الجديد اسرع ويطلع حلو وده اللي اتمناه وتمنيته في الحلقة الاولى اللي عملناها عن المسلسل لما قلت ان نفسي الحواديد تبقى اكتر واسرع مقارنة سريعة مع مسلسل رايح المدام هتوضح لنا مشاكل خلصانة بالشياكة رايح المدام التزم بنمط السرد اللي هو اختاره وما تفلسفش كتير في طرح الاحداث ما شغلش باله قوي بالتجويد في العلاقات ورسم الشخصيات لانه فاهم ان الضحك هو مهمته الرئيسية زمن الحلقة الوحدة فيه محترم ومتوسط زمن الحلقات ممكن يتعدى الخمسة وعشرين دقيقة وكل ده بيسمح له بانه يخصص وقت اكتر واطول للكوميديا اللي لازم اعترف ان هي اقل زكاء من خلصانة بالشياكة ولكنها بتضحك اكتر ونقشة الحلقة عاوز اعرف رأيكم في مسلسل خلصانة بالشياكة مين الافضل ما بين ثلاثي البطولة احمد ميكي ولا شيكو ولا هشان ماجد ياريت تساهموا برأيكم في الكومانس ياريت شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك وسنابشاعت وتويتر ولو عاوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي